تشميس القناري في مرحلة القلش وغيار الريش في فصل الصيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكل متتبعي قناة شوف قناري من هذا المنبر أشكر كل من يحفزنا ويحفز القناة في هذا الفيديو سأتطرق إلى موضوع مهم جدا وهو تشميس القناري في فصل الصيف خاصة في مرحلة القلش وغيار الريش فصل الصيف يعني مرحلة القلش وغيار الريش أو تبديل الريش فهناك خطأ شائع بين مربي طيور الكناري وهو وضع قفص الكناري مباشرة مع أشعة الشمس هذا الخطأ قد يكلفك الكثير النتيجة موت الكناري بعد صدمة عصبية من أعراضها عدم توازن حركة الكناري في القفص وما يلانه كثيرا إلى جانب في المقارنة مع الجانب الآخر وقد يموت بعد خروج رغوة من منقاره لقدر الله كنا دائما ننصح بتشميس القناري لكن كنا نؤكد على ذلك في فصل الخريف وفصل الشتاء أي في مرحلة ما بعد الراحة أو في مرحلة الراحة وفي مرحلة التجهيج والتزاوج لأن التقس يكون معتدلا ويكون باردا فيلزم الكناري الاستفادة من أشعة الشمس حفاظا على فيتامين D في جسمه ولأن أشعة الشمس ضرورية للحفاظ على صحة طيور الكناري ومع دخول فصل الصيف ودخول مرحلة القلش وغير الريش فلا مشكلة في تشميسه بشكل مستمر بل يمكن التشميس مرة في الأسبوع أو الأسبوعين لأن في الأصل الحرارة مفرطة وهناك خشية أو مخافة أن يتعرض للمرض وإذا قمنا بتشميس الكناري مرة مثلا في الأسبوع فلا نضع القفص مباشرة أمام أو مقابل الشمس بل نضع القفص في زاوية حيث يكون نصف القفص مظلل أي ليس به شمس ليست مسلطة عليه أشعة الشمس والنصف الآخر به الشمس أعتدر عن هذا التعبير لكن فقط لأجل إيصال الفكرة إليكم ولأجل تبسيطها فقط فالقفص يجب أن يكون في زاوية من مكان به أشعة الشمس لكن النصف نصف القفص به ظل والنصف الآخر به أشعة الشمس لماذا؟ لأجل أن يجد الكناري فرصة اختيار إن أراد التشميس أم لا وإذا استمر أو بدأ في التشميس فيمكن له أن يفرع أو أن يختبئ في الجانب في النصف الثاني من القفص المظلل حتى يتفادى أشعة الشمس التي قد تؤدي إلى مرضه أو وفاته لقدر الله لأن التعرض لأشعة الشمس بطريقة فوجائية يمكن أن تضر بصحة الكناري وهناك من الكناري من لا يقع له ضرر جراء ذلك لكن الكثير منها سيقع له الضرر وهو سبب التساؤلات التي يقوم المشاهدون بطرحها على القناة لماذا أصيب الطائر بصدمة عصبية أو هل هو الفاش الرئوي من الأعراض ما ذكرته سابقا خروج رغوة على مستوى المنقار ما يلان في حركته إصدار صوت عند تعريضه لأشعة الشمس فإصدار الكناري لصوت غريب بعد وضعه مقابل أشعة الشمس يضطر معها إخراجه منها وعدم تعريضه لذلك لأن إصدار الصوت مؤشر ودليل على خطورة الشمس على ذلك الطائر لأنه في غالب الأحيان يكون مصابا بمرض أو في طور العلاج من مرض معين ولا زال لم يسترجع صحته بعد فتشميس الكناري في فصل الصيف ليس بالضرورة وليس أمرا مهما جدا كمسألة تقديم إنا الاستحمام وهذا موضوع آخر سأتطرق إليه في الحلقات القادمة إن شاء الله وصلت إلى مشاهدة نهاية هذا الفيديو أشكرك جدا لا تنسى القيام بتعليق والإعجاب بالفيديو وتحية لكم أخوكم عصام صاحب قناة شوف كناري ترجمة نانسي قنقر